السلام عليكم ورحمة الله اهلا ومرحبا بكم في درس اليوم فاليوم ان شاء الله سنتعرف على اسماء اختصاصات الاطباء بالفرنسية اسماء اختصاصات الاطباء بالفرنسية فلنبدأ على بركة الله اولا طبيب عام ميدسان جنراليست ميدسان جنراليست ميدسان جنراليست فكل اسم ساعيده ثلاث مرات في المرة الاولى انصط له جيدا في المرة التانية والثالثة اعيدوه معي ميدسان جنراليست فبالنسبة الاسماء اختصاصات الاطباء فكنستعملوهم مع الطبيب والطبيبة بالنسبة الميدسان جنراليست فهو طبيب عام وايضا طبيبة عامة طبيب الاطفال Un pédiatre Tabib soukari Diabetolog Tabib amradnisa Un gynekolog Tabib l'qalb Un kardiolog Un kardiolog Un kardiolog Un kardiolog jetme l'kör li huwa l'qalb L'kör huwa l'qalb Tabib l'amrad l'jildja Un dermatolog Un dermatolog Un dermatolog U binisbe l'jild Huwa la po La po U tabib l'amrad l'jildja Un dermatolog Tabib l'jihaz l'hadmi Gastroenterolog 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 Huwa tabib l'jihaz l'hadmi U binisbe l'jihaz l'hadmi Huwa Systèm digestif Systèm digestif Systèm digestif Systèm digestif Tabib l'amrad l'asabia Un neurolog Un neurolog Un neurolog Un neurolog Un neurolog Un neurolog Binisbe l'asab Huwa le ner Le ner Le ner Le ner Tabib l'amrad l'aqlija Psykiatr Psykiatr Un psykiatr Un psykiatr Fabilnisbe le psykiatr Eta medsa Ki affay un spesializasyon Un psykiatri يعni Tabib l'amrad l'aqlija Amma Psykolog Psykolog Fahwa A khissai nafsi يعni Machi tabib Psykiatr Huwa tabib Ou medsa Wul psykolog Huwa a khissai nafsi فالعديد من الناس يظنون ان البsykiatr huwa bsykolog فالبsykiatr huwa tabib الامrad l'amrad l'aqlija والبsykolog وغير اخissai nafsi وليس طبيب داكو الو طبيب العيون An oftalmolog An oftalmolog An oftalmolog فبالنسبة هنا l'oftalmolog F كنكتبوها b-h An oftalmolog An oftalmolog طبيب l'anf والأذن والحنجرة Otorhinolaryngology 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 فهد الاسم فاسم طويل فكنكولو غير O-R-L بالنسبة الطبيب الأنف والأذن والحنجرة فكنكولو له O-R-L فبالنسبة O هو الحرف الأول من auto R الحرف الحرف الأول من غين L هو الحرف الأول من laryngology طبيب الأنف والأذن والحنجرة فكنكولو O-R-L طبيب أمراض الدم يعني بحال فقر الدم مثلا ايماتولوج 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 هو طبيب أمراض الدم طبيب أمراض المفاصل روماتولوج 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 وبالنسبة الر فتكتبو ب-H ولكن لا ننطقوها روماتولوج طبيب الحساسية أليرغولوج 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 فبالنسبة الأليرغولوج هو طبيب الحساسية والأليرجي هي الحساسية طبيب أمراض الكيلة نيفرولوج 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 هنا أيضا هنا أيضا F كتبنها ب-H نيفرولوج وبالنسبة الر هما الكيلة طبيب المسالك البولية بـ-H T-H Anesthesist وبالنسبة للانستيزي هو التخدير طبيب التخدير الانستيزيست والتخدير هو الانستيزي طبيب الإنعاش Un reanimator Un reanimator Un reanimator و بالنسبة للانعاش هو la reanimation la reanimation la reanimation طبيب المسالك صدريا الاسنان Un dentist Un dentist Un dentist طبيب تقويم الاسنان Octodontist Octodontist هنا أيضا تكتب نحضا هش Octodontist طبيب اسنان الاطفال P Pedodontist 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 أخيصائي تردية Nutritionist 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 فهنا تي يقرناها بسيو Nutritionist 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 طبيب شخورا Un gériatre Un gériatre Un gériatre Un gériatre طبيب الغودد Un gériatre 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 طبيب الامراد الباطنية Medecin Internist Medecin Internist Internist Medecin Medecin Internist طبيب الامراد الباطنية طبيب شرعي Medecin Legist Medecin Legist Medecin Legist Legist وشرعي Medecin طبيب طبيب شرعي Medecin Legist فبالنسبة الطبيب شرعي هو طبيب مختص بالأوتوبسي يعني تشريح تشريح الجدد والأوتوبسي في حالة جريمة قتل يعني Un cas de desay d'origine criminal يعني مشي موت طبيعي يعني يعني جريمة قتل يعني الأوتوبسي ما كان تيروش في الموت الطبيعي ولكن كيكون في حالة جريمة قتل دونك كنستعنو بطبيب شرعي أو Medecin Legist pour فر لوتوبسي دونك هو Medecin Legist Medecin Legist وبهذا كنصلني هاي تلحظتها انتمنا درس اليوم تكونوا استفدوا منه وتعلمتوا أسماء اختصاصات الأطباء باللغة الفرنسية فما تنسوش تشاركوا الدرس مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل اجتماعي لكي تعمل الفائدة ونتلقوا في الدرس المقبل إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر